في محاكمة جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فتح فيها النار على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن اشتعلت ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية والعالمية حول تصريحات ترامب ومثوله أمام القضاء في نيويورك اتهام مباشر هذه المرة من ترامب لبايدن يقول فيه إن رئيس أمريكا لا يعي ما يفعله جاء ذلك قبل وصول ترامب إلى قاعة المحكمة في مانهاتين والتي اتهمته فيها المدعي العامة بارتكاب عمليات احتيال مستمرة ومتكررة وتتعلق القضية باتهامات موجهة إلى ترامب واثنين من أبنائه بتضخم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات أصداء المحاكمة الجديدة لترامب التي قال إنه في كل محاكمة يرتفع رصيده فيها لدى الرأي العام الأمريكي أكد أنه يتقدم بسببها على بايدن بعشر نقاط الحديث الذي أثار اهتمام طيف واسع في الشارع الأمريكي بما يرجح بحسب ما أكده محام ترامب أن القضية ليست إلا تدخلا في الانتخابات في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة مضيفا أن الديمقراطيين يعرفون أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق كبير على حد قوله وشكك ترامب بجدية القضية معتبرا أن ما يجري معه هو أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم على حد قوله مضيفا أن الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضده هو القضاء عليه ومنعه من خوض الانتخابات وهو ما يقول ناشطون إنها ستحمل عنوين انتخابات أمريكية ساخنة مقبلة على الطريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر